بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله سنخدم التمرين رقم واحد من الدرس تنائي القطب ايه سي او الدرس الاول من الكهرباء. اذا نبدأ قراءة التمرين. اذا لدينا الهدف لهذا التمرين هو شاحن مكتف بوسطة مولد مؤمثل للطيار. ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل واحد. هذا هو الشكل واحد. والمكون من العناصر التالية. اذا يتكون من مولد مؤمثل الطيار. يزود الدارة بطيارة شدته ايه زغو يساوي واحد مليو امبير. هو هذا. مكتف ساعته السي غير مشحون بدئيا. هذا مكتف السي. موصل اومي مقاومته ايه. ها هو الموصل الاومي. قاطع الطيار كدي موضعين. هو هذا. عنده الموضع واحد. عنده الموضع جوج. الطريقة الاولى لشحن المكتف. يعني الطريقة الاولى. عند اللحظة التي تساوي صفر. نرجح قاطع الطيار كا الى الموضع واحد. ثم نتثبع تغيير التواطر ايه سي بين مربتي المكتف بدلالة الزمن. فنحصله على اه المنحنة. الممثل في شكل جوج. هذا هو الشكل جوج. وهذا شكل جوج. اذا سؤال الاول. سؤال الاول حديد اللابوس الذي يحمل الشحنة الكهربائية السالبة. يعني هذا سؤال بسيط جدا. مغينا نحدده اللابوس الذي يحمل الشحنة السالبة. واش هاد اللابوس او هاد اللابوس بي. حنا قبل ما نجاوبه على السؤال. خلصنا نتعرفه على بعدها المكتف. هاد المكتف هاد يتكون من لابوس. يعني اللابوس الاول. هاد اللابوس الثاني. وبينتهم واحد العازيل. عازيل استقطابي. هاد كنسميه ثنائي القطب. حيث عند جوج دي الاقطاب عنده القطب مثلا ا. وعنده القطب بي. مثلا هاد غد نسميه اللابوس ا. لابوس بي. هاد اللابوس هاد يحمل الشحنة شحنه كهربائية. تقدر تكون موجابة تقدر تكون ساليبة تقول لناชنا هو اللابوس الذي يحمل الشحنه الموجابين ؟ واشنا هو اللابوس الذي يحمل الشحنه الساليبة ? عاش نجاوبه على هات السؤال. ي estabil نعرفه اول حاجه هو المنحة لطيار. وش طيار كان من هنا يا ومجا من هنا يا. نفترض مطلع طيار جاء من هنا ادان اول لابوس غدي يبدأ بي هو ا ا. ايدا هاد اللابوس 빵 cutestغيب التentyير كهربائي هو الي يحمل الشحنه الموجابين ؟ هو اللي غديosion فيه وهذا سوف يكون فيه سهل سهلا. اذا كان هذا السهلا bus هذا هو الي سهل فعليا يكون فيه حماية. إذا سهل السهل الكогда بل ما هو سهلاً وهذا السهل الموجبة ولست مهتمة لمحة و organisation سنحن سям من قيمة التصليل أيضاً. وغير طيل الكهربائي سنذهب وارز المنزل و越ست محسسات من الش machinery. و أيضا ا lined ziyan لولا baro مح Willy يستخدم حماية تصليه حماية الموليد. سنجاوبه على السؤال الأول إذن اللابوسة الذي يحمل الشحنة الكهربائية السالبة سنغلق الدار الكهربائية هنا عند الموضع عند التكتسو صفرك في الموضع واحد إذن نضعوك في الموضع واحد إذن الطيار سيأتي من هنا جاء من هنا سيأتي بحلقة سيأتي من A إذن A هو الذي يحمل الشحنة الشحنة الموجابة وهذا سيحمل الشحنة السالبة إذن اللابوس الذي يحمل الشحنة السالبة هو اللابوس الشحنة السالبة هو اللابوس هو الذي يحمل الشحنة السالبة إذن هكذا نجاوبه على السؤال الأول سنرى السؤال الثاني السؤال الثاني بين مربتي المكتف يكتب على الشكل التالي يساوي اي زيغو على الس مضربة في في التى مزيد احنا في هذه الحالة عدنا الطيال الكاربائي ثابت لا يتغير بدلالة الزمن كيفاش غدين كيفاش غدين نجاوبوا اذا قبل ما نجاوبوا على السؤال الثاني خصنا نذكركم بالقواعد اللي غنحتاجوا احنا في الدار اغسي عدنا قواعد الاساسية هما القاعدة الأولى هي a q هي yawan zawsze هذه القاعدة الأولى القاعدة التي نعرف العلاقة entre a a q 키 من نسبها prof LET để اجعلة طيار إذا كان ثابت بحال الثالي هنال يوجد الإشارات יש picked a g إذا كان متغير سfoundτα tenemos a minuscule بدلالة الزمن هذا يعني يتغير هذا يتغير يعني هذا كيتغير الشميع العلاقة دي ري إلا كان ثابت نقول بأن إي كي يساوي كي يساوي كي على التي او للدلتا التي إلا كان عدنا إلا كان عدنا يتغير كي يتغير إذا نديرو إي هو كي يساوي ديدو كو على الدلتا التى. بالنسبة لهنا نستعمل الدلتا التى. لو احنا عدنا هنا هاد الحالة. عدنا هاد الحالة هذي. اذا سنستعمل هاد القاعدة هذي في هات السؤال. اذا سنقوم بعمل نعلم ان نعلم ان اي كنت يساوي. كي يساوي كو على الدلتا مزيلا. حنا عليش تنقلبو. نقلبو على هاد السؤال. واشنه هي العلاقة اللي كثبت بين السؤال او كو. وعدنا كو كي يساوي السؤال مضربة في السؤال. او السؤال مضربة في السؤال. غد نعوض هاد السؤال هنا اذا غيكون عدنا ازيغو. شنو كي يساوي? كي يساوي السؤال مضربة في السؤال مقسومة على الدلتا التى. بالنسبة هاد الدلتا التى. هنا غد نديرو اه ولا نكتبوها نيت هنا الدلتا تى هي التى ناقص تزيغو. والتزيغو راح كتساوي صفر. اذا غنديرو هو السؤال مضربة في السؤال على التى. احنا عليش نقلبو. نقلبو على اسي. غد نخرجو هاد اسي هنا اذا غيكون عدنا اسي كي يساوي. غنضربو التى في ازيغو. اذا غيكون عدنا ازيغو. نضربه في التى. وغنقسمو على السي. وهي التعبير اللي طلبه مننا. اذا هاي القاعدة. اذا غد نشوفو السؤال ثلاثة. سؤال رأى اسي ناقص ثلاثة. كيف شوفين نجيبو هاد اسي. هادي ستعملوا هاد العلاقة. شوفوا معي هاد الشاكل اللي اعطواونا هوacieك شكل اه الشكل الجوج هو اللي اعطونا. شوفوا معي هاد هذه المنحنة هذا عبارة عن مادا. عبارة عن خطية. اذن عبارة هاد الشكل هذا عبارة عن خطية. اذا بما ان هاد اسي. بدلالة ماذا بدلالة ت عبارة عن دالة عبارة عن دالة دالة خطية اذا شنية الدالة الخطية كيفاش تكتب الى عدنا دالة خطية فالريادية كان ديرو اف لي اكس كتساوي ا اكس هنا احنا ما عدناش اف لي اكس شنو عدنا عدنا او دو تي يو سيدو تي كتساوي ادان ا واحد العدد ا يعني المعامل مضربة احنا المتغير هو التي ادان غيكون عندنا ادان يو دو تي كيساوي ا مضربة في التي ادان هاد العلاقة نسميه العلاقة واحد هاد نسميها العلاقة جوج غنديرو بمقارنة بمقارنة العلاقة واحد واثنان اذا لقرنا هاد العلاقة ايسي ها هو او ايسي هو هادا اه بنسبتها ادان ازيغو على السي كيساوي ا ها يكون عندنا ا هو ازيغو على السي هو معامل هو المعامل الموجه ديال هادا كيفاش كنحسب المعامل الموجه احنا كنعرفوا بيان المعامل الموجه كيفاش كي تحسب المعامل الموجه كناخد جوج ديال النقاط من المنحانة غادي ناخد غالبا غناخد صفر مع هاد النقطة هدي اللي عندكم في الشكل اذا غادي نديرو اه غنبدا وهنايا دائما بالاها التي بغناخد هاد النقطة جوج وغننقص فيها الصفر وهنايا غادي ناخد الافصل ديال جوج هو ثلاثة اذا غادي ناخد ثلاثة غنقص في الافصل ديال الصفر هو الصفر اذا غايكون عندنا جوج على ثلاثة اللي هو جوج على ثلاثة هو واحد فاصلة اه لا جوج على ثلاثة هو صفر فاصلة 200 اذن المعامل هو الصفر فاصلة 31 اذا ما هو هذا المعامل هدا هو اللي يساوي صفر فاصلة ستة بماWA أن كي يساوي اليسرع 9 فاصيلة ستة. هنخرجو السي. احنا كنقلبو على السي. سي غاي ساوي ازيغو على صفر فاصيلة ستة. اذا باش نخرجو هاتسي غادي كنديرو ازيغو مقسم على صفر فاصيلة ستة. وغان نحسبو. اش حكي يساوي ازيغو. ازيغو راه هو اعطاوه هنا في المعطاية هو واحد ميلي امبير. هنحولوه الامبير. اذا واحد غنضربوه في عشرة اوس اه ناقص لاتة. نقسم على صفر فاصيلة ستة. واحد في عشرة اوس ناقص لاتة. مقسم على صفر فاصيلة ستة. هنحسبوها. اذا ها هي واحد مضربة في عشرة اوس ناقص لاتة. اه مقسم على صفر فاصيلة ستة. اذا كتساوي واحد فاصيلة ستة عشرة اوس ناقص لاتة. ها هي نديرو واحد فاصيلة ستة في عشرة اوس ناقص لاتة. ها هي تقريبا كتساوي واحد فاصيلة خمسة وعشرة اوس ناقص لاتة. الاخدينا جوج ديال الارقام هنا ايا اه الى اخذنا جماعة الى الآقام الاسفل Fraser26 shell 0.1.5 الاخذنا ج individuals الارقام ان اخذنا جماعة الى القوم الى었어 المهم القيمة التقريبية في الفيزيكsa ستكون مقبولةetos هذا تقريبا كي بالyear term is it to be 1.5 في عشر واثناقس التاسيح والسفل حتيبنا جماعة الارقامنا مشى مشكلة المهم كان تكون القيمة تقريبية هنا حتيبنا اه صفر فاصيلة ستة ستة يعني الارقام غير منتهية. اذا هذا هو السؤال اه رقم ثلاثة. قد نمشه لسؤال رقم اربعة. احسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف عند التكت تساوي ثلاثة سجوند. اذا قد نشوفه طاقة عند التكت تساوي ثلاثة سجوند. احنا ما هي العلاقة لصيصه لكننا نعلم انا تخفي بشكل عام المقضية المخزونة traction dersvanة Young myślę ان تساوي لكن الآنتك تساوي hasnam اذا اذا تساوي ثلاثة سجوند. سوف نقوم بتطبيق عدد يو واحد على الجوج سوف نقوم بتغيير 1.5 مضروبة في عشرة وسناقص ثلاثة مضروبة بالنسبة له السي عند التكة تساوي ثلاثة سوف نقوم بتغيير 1.5 مضروبة في عشرة وسنقوم بتغيير 1.5 مضروبة في عشرة وسنقوم بتغيير 1.5 مضروبة مضروبة في عشرة وسنقوم بتغيير 3.5 مضروبة بالنسبة 3 طريقة الثانية لشحن المكتف. الطريقة الثانية عندما يصبح التوتر بين مربتي المكتف 10 فولت نرجح قاتل الطيارة الى الموضع جوج فنحصل على منحنة الشكل رقم ثلاثة. ها هو المنحنة الشكل رقم ثلاثة. اول سؤال اثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يسي بين مربتي المكتف. اذا باش نبين المعادلة التفاضلية. اذا شفنا في الدرس ديالنا بان دائما الى بغينا نبين المعادلة التفاضلية. اشنو تيخصنا نديره? تنبدو دائما حسب قانون اضافية التوترة. اذا هاد الجملة دائما كان نديره بها. حسب قانون اضافية حسب قانون اضافية التوترات. انا ما انسوش اشن هي الدارة اللي غناخدمه عليها? واش غناخدمه عليها دولة هالي. انا عندما يصبح التوتر بين مربتي المكتفى 10 فولت نرجح قاتل الطيارة الى الموضع جوج. ارضو بالمعطيات. اذا القاتل الطيار غد يرجع للجوج. اذا تكون عدنا هاد الدارة هادي. هادنا عدنا اغ عدنا هنا سي. اذا شنو غيكون عدنا حسب قانون اضافية التوترات هيكون عدنا او اغ زائد. او سي كي يساوي صفر. احنا بغينا المعادلة التفاضل التي يحقيقها او سي. اذا هاد او سي هذا اللي عدنا في في المعادلة ما غديش نقيسه وغنخليوه. لان بغينا او سي يكون. خسنا غير نعوضه هذا. كيفاش غنعوضه او اغ? عدنا حسب قانون اوم. حسب قانون اوم. واختمة تكون عدنا المقاومة اغ را تكون عدنا قانون اوم. اشنو تيقول لنا بالقانون? تيقول لنا اغ راي او اغ كي يساوي اغ. اغ راي اغ رائ استناغح اغ را تنطبع اغ اغ راي اغ رايي اغ راي. اغ راي اغ راح اغ راي ت inquiry على اغ راح اغ ر сто نحتاجن ساتعة A يدعي دائما ينقى قاعد فى القائمة اي اي دائما يجعل ذلك يجعب عليها. وفي اي قاعد نقام هنا ساتعة C D U C على D nd. انا اعطيتم لماذا كما تعرفوهما. اذا اذا بطلقنا بدلالة Q نستعمل هذه وانا اذا بطلقنا بدلالة UC نستعمل هذه. اذا ماذا سوف نستعمل هذه؟ لان نحن نحتاجه لنحصل على التفاضل بذلالة او السا. اذن نحتاجه بلاصة هذا التعبير. سأكون لدينا الساة. سأكون لدينا الساعة. اذا عشن سننشطر ذلك. سننشطر اخذ هذا التعبير. سنحمل هنا او اغنيه ونحطه في هاتشية اللي يساوي. اذن سنكون لدينا اكتبوا ان نعوض في العلاقة واحدة سنسميها هذه واحدة. نعوض في العلاقة واحد. غادي نعوض هادي او ا اذا غايكون عدنا غانحي دو او ا غايكون عدنا ار سيد دو او سي على دو ت زائد او سي غانخليوه. او سي يساوي سيفا. هادي هي المعادلة التفاضلية. الان غادي نمشيو نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني تقولين اه يكتبوا حل معادلة التفاضلية. عدنا حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي عادنا يساوي ا ا الذي ضربة في اكسبولنسيا الناقص الفة. حدي التعبيري كل من ثابتتين ا و الفة بدلالة بارامترا الدرا. يعني هنا رأتا ولنا التعبير قلينا رأي يساوي ا ا اكسبولنسيا ناقص الفة. for example. غير تلقى لي هاد ا ا و هاد الفة اللي كانن هنا ي Elite والا لكن تلقاه بي دلالة بارامتر الدرا. يا من هي عندنا في الدرا احنا يا عدنا ا اق. عدنا الس و كما يعتبر ا هي و يعتبر اه. ونستعملوا غير هذا اللي عندنا في المواطعيات. اذا شنو غادي نديره? اذا نكتب ثانيا تحديد كله من او الفا. اذا نبدأ بهذا التعبير اللي يعطينا ديال الحل اللي كيعطيونا لدينا. اذا عدنا اس كي يساوي ا اكسبولونسيال ناقص الفا تي. اذا عدنا هذا التعبير اللي اذا من اللي نكتبو التعبير اللي تعطيونا نديرو ليه الاشتقاق. ddc على dd.t. كي يساوي. إلى دلنا الاشتقاق لهذا. نديرو ا اكسبولونسيال ناقص الفا تي. نكتبو كما هو. وكنزلو هاد ناقص الفا من غير التي. نخلي وكتلي ان التي هي اللي كتغير. كان دولي الشيقة تعطينا واحد. اذا نديرو ناقص الفا. ناقص الفا ا اكسبولونسيال ناقص الفا تي. عشنا المعادلة التفادلي لقناة رسي دي دي اسي على دي 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 تي زائد يسي كي سوي صفر اذا نعوض في المعادلة نعوض في المعادلة عشنا نعوض في المعادلة نعوض اسي و نعوض دي دي اسي ها هو اخسي غنخليو ها هو غنحيدو دي اسي هادا غنحيدو غنحطو بلاسو هادشي اللي كي يساوي ادان هنديرو عد ناقص غنخرجو على برة الفا ا اكس بولنسي ناقص الفا تي مزيان زائد اسي باش غنعوضو غنحيدو اسي وغنحطو بلاسو التعبير ديالو ادان ا اكس بولنسي ناقص الفا تي يساوي صيفر من بعد مليك نديرو شوفو هنا يعدي ا ا اكس بولنسي عدنا هنا ا ا اكس بولنسي غنعملو به ا 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 هي القيمة دي الاسعين لديك تساوي صفر. اذا كناخدو هاد العدد اللي كيكون مبين نقصين هو اللي كيساوي صفر. اذا ناقص زائد واحد كيساوي صفر. اذا شنو غنديرو? اذا اخسي الفا غدي يساوي لنا واحد. هنخرجو هاد اخسي الفا. احنا بغينا الفا. اذا الفا غندو اخسي اللي هي غيكون عندنا واحد على اخسي. اذا ها هو البرامتر اللي ولقينا بدلة اخسي. اذا هما البرامتر يلترى اغسي. شنو بقى لنا دبا? قال لنا ا. دائما اي لكان حدى الاكس بولنسيل. اذا اعطوكم التعبير اكين حدى الاكس بولنسيل. كيفاش كاللقوه? كنشوفوه على الشروط البادئية. عند تكت ساوي صفر. شنو دي يكون عندنا? يساوي صفر. شنو هو? يساوي صفر هو ا اكس بولنسيل ناقص الفا. نضربه في صفر. عوضنا هنا يا تيب صفر. هيلحسبنا الصورة دي يلا عادت. اهلا وشنو غي يعطينا? شنو اكس بولنسيل لصفر هو واحد. اذا غيبقينا ا. اذا اس دي صفر كيساوي عش? هل كيساوي ا عند تكت ساوي صفر? ها هو اعطوه هنا في المعطيات. قال عندما يصبح التواتر بينامار بيتين مكتفى عشر فولت نو ارجح وقاتي حتى ايها. ما الذي ارجح هنا قاتي اعطيش? هلا عندنا يساوي عشرة فولت. اذا غيكون عندنا كيساوي عشرة فولت. اذا ا يساوي عشرة فولت. اذا ها هو ا وهو الفا. اذا هذا هو المطلوب في السؤال. نلقو ا و الفا. مزيان. غادي مشيو نشوفو. سؤال رقم ثلاثة. اذا سؤال رقم ثلاثة. حديد قيمة طو. اذا تحديد قيمة قيمة طو. ثم استنتج قيمة المقاومة. غادي محذو قيمة طو هي اللولة. بالنسبة لقيمة ديالتو كيفاش غادي نديرو لها. بالنسبة لقيمة ديالتو دائما كنستعملو. كنستعملو ميبيان. شوفو هنا رسمولينا الممس. رسمولينا هنا يحد الممس. اذا انطلاقها من الميبيان. هذا رأس سهل. اذا حسب الميبيان. كنستعملو حسب الميبيان. شنو عدنا حسب الميبيان. شوفو هنا يعدنا صفر فاصيلة خمسة. ها هو هالتقاطع هذا ديال هاد الممس مع هاد مع 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 المحوى الافاصيل هو صفر فاصيلة خمسة. وكان اخذو هاد الوحدة اللي كان هنا. اذا طو كتساوي صفر فاصيلة خمسة. ثم هذا رأس سؤال فابور. ثم استنتج قيمة اخ. اخ. اذا استنتج قيمة قيمة اخ. يعني قيمة المقاومة. اشنو كنعرفو احنا شنو التعبير ديال طو. نعلمو انه. طو اشنو كتساوي. طو كيساوي اخ سي حسب الدرس. اذا اخ. شنو غيساوي. طو على سي. اذا شنو طو لقنا سي وفاصيلة خمسة. وبنسبة للس راح لقناه هو واحد فاصيلة خمسة عشر وس ناقص لاتة لان ما غيرناش. واحد فاصيلة خمسة عشر وس ناقص لاتة. واحد فاصيلة خمسة فعشر وس ناقص لاتة. تساوي. اذا هنا يا غدي نديرو اه سفر فاصيلة خمسة مقسومة. اه واحد فاصيلة خمسة فعشر وس ناقص لاتة. اذا ما غيرناش حال ما غيرناش تغطينا. هي عطت لنا تلتمية و تلاتة و تلاتين فاصيلة تلاتة. يعني تلتمية و تلاتة و تلاتة و تلاتين فاصيلة تلاتة. اشنو الوحدة ديال? هي القيمة للاخر. اذا الاخر سوف نمشي للسؤال رقم اربعة. سؤال رقم اربعة يقول لنا. بيين ان التعبير العددي لشدة الطيار هو يكي سوي ناقص صفر فاصيلة. اه صفر ثلاثة اكسبولونسي لناقص جوجل. تبغينا نسنن بنواة التعبير. كيفاش نديرو? احنا كنشوفه بانا في المعطيات ما عدناش كي. عدناش كي. عدناش كي. عدناش كي. ولكن كنعرف واحد العلاقة. نعلمو. العلاقة لكت لكم قبيلة. نعلمو ان اه اه انا اي شنو كي يساوي هو السي دي دي او السي على دي دو التى. اذا كنعرفو هالي العلاقة هذي مزيان. اذا تساوي السي. اشنو هو دي دي او السي على دي التى. شنو هو الاشتقاق ديال هذا. اكتبنا قبيلة هو ناقص ا. مضربة في الفا اكسبولونسي ناقص الفا تي. رقلنا قبيلة في المعادلة التفاضلية في الحل ديالها اه اه الى ناقص الفا. اه او ناقص او الفا. اشنو غن ديال ده. بغن ديال التطبيق اه دي. مزيان. اه شحالك يساوي اه شحالك يساوي اه السي اره واحد فاصيلة واحد فاصيلة خمسة. فاشر اوس ناقص ثلاثة. اه فاردة. هي القيمة ديال بنسبة ا. شحالك يساوي ا. اقلنا عشرة فولت. بنسبة الفا. الفا قلنا هو واحد. على واحد واحد على اي غز ت. اقول له هو واحد على تو. اسحالكي نفسه تو صفلت خمسة. تو هي صفلت بصفلت واخمسة. واحد مقسوما. الا صفر فاصلت خمسة. شحالك يساوي مقسوما على صفلت خمسة extraordinaire? هو جوجج. اه ا الفا كيساوي جوجج. اذا ا اه كيساوي قلنا واحد فاصيلة خمسة في عشرة اس ناقص لاتا. بالنسبة لأ قلنا هو عشرة فولت. بالنسبة لالفا قلنا هو جوج. اه ثم اكسبولنسيل ناقص الفا قلنا هو جوج. ايه. انا حسبوه هذا نشوفوش حالي يعطينا. اذا نغنديروا اه واحد فاصيلة خمسة. مضربة في عشرة اس ناقص لاتا. مضربة في عشرة مضربة في جوج. دونك يساوي نهاية صفر فاصيلة صفر ثلاثة. اذا ايه كيساوي ناقص صفر فاصيلة صفر ثلاثة. اكسبولنسيل ناقص جوج. اذا هو التعبير نفسه اللي يطلبه مننا. نبينه. سؤال رقم اه سؤال رقم اه خمسة سؤال اخير. اشرح كيف يجب اختيار المقاوة مائغ لضمان تفريغ اسرع للمكتف. كيفاش غنختار هاد المقاوة مائغ باش يكون عندنا هاد سريع عاد تفريغ هادا دي المكتف اسرع. يعني كيفاش كيفاش اسرع. مثلا الى الى القناة المنحنه. بحلقة. شو اوش هادا تفريغ اسرع او او لا او لا الا الى القناة المنحنه بحلقة الا اذا درها تفريغ ماشيا اسرع. اذا اباش لقعوا تفريغ Ltd. خاش يكون هادا ضغياء ضغياء كي يوصل هنا. ضغياء كي يوصل صفر. يعني كيفاش باش يوصل ضغياء الصفر خاص تكون عندنا تو صغيرة. وجقidadح نحن كنعرفو بانا. اه بانا تو قد ساوي اغر سي. باش تكون تو الصغيرك كيفاش غسي تكون هذه حتى يخص تكون صغيرة لانه كل ما تزد اغ كل ما تكن تزد يعني اغ كل ما تزد كل ما تكون تزد اذا باش اه غن نديرو هنا لضمان تفريغ اسرع لضمان لضمان تفريغ اسرع المكثف يجب اختيار المقاومة اغ قيمة اصغر اصغر من ديك القيمة اللي اغ قيمة تلاتة ثلاثمائة وتلاتة ثلاثمائة وتلاتين فاصلة ثلاثة اوم يجب ان تكون القيمة كل ما كانت صغيرة على هذه كل ما كانت تفريغ دياله اسرع اذا هذا هو التمرين ديالنا غدي نمشه للتمرين اه التاني ان شاء الله في الفيديو في الفيديو التاني